تابعين لقاءتنا من يوم جديد وبلقاءنا التالي بنستقبل معنا دكتور حنينة أبي نادر اختصاصي طب عام ووقاية رح نحكي اليوم عن الآزم بونجور دكتور بونجور تساكيش فيك اليوم صوم مبارك لأليك لجميع المشاهدين يا رب دكتور لما بدنا نحكي أول شي عن الآزم ونعرف شو الآزم بحد زيته وشو بيفرق عن غيره من الأمراض يلي هي كمان خاصة بكل شي اسمه رشح وكل شي اسمه خاصه يعني بال هلأ بداية الربو خينا نعرف شغلة أنه هي كرونيك يعني شغلة حالة بتاخد وقت أو أكيد فقس التشور هي التهاب بمجاري تبع الرئة الأيرويز فعندك هالشي كرونيك والتهاب عم يعمل تضيق بمجاري الهوى تنفسرها للمشاهد لأنه هو بيخد هوى وبيطلعون لما يخد انسبيراتوري بيطلع لما هو بيطلع بتاخد مرتين وقت زيادة يطلع شو أخد فإذا مرتين وقت زيادة هو بيطلع بالربو من وراء كل هالأمور اللي حكيناها والهايبر ريسبونسفتي هيبر ريسبونس يعني عنديك بيكون نوع من السعال أو ديئة نفاس أو واحد بيخير خير صدره وليعملك هيكلة نربطة مع الألرجي اللي حكيتي عنها حضرتك لأنه بنهاية فيكون عنديك تعرض لألرجين شي بالورود أو شي عملت له الربو بشي الربو ماذا روي يكون ألرجي سبب فيكون مثلا البوليسيون فيكون دواء معين عم بيخذه فيكون عصب صح فيكون عم يدخن دونك دكتور بيفوتوا ببعض الربو والألرجي ومنشوف بعض الناس بيعملوا إشياء على الجلد درماتايتس أو شي إنما مشكلة الألرجي هي ربو ومشكلة الربو هي ألرجي بس أكيد الألرجي الألرجي سبب هي تجر هي مسير لعملية الربو وبشوف واحد تعرض لأكل شي عمل الألرجي بيعمل الربو مش بس على شي إنهيلنت يعني تنشأ وفيكون شي كمان أكله لأنه عنديك موليكول الإستامين اللي بتاهم الإفرازات فبالتالي باسكال عم نحكي عن الأكترية ببلشه الربو تحت الخمس سنين خمس سبعين مئة من الناس ومع العمر هي بتزيد بتنقص في واحد ينصب الربو حياله عمره مش طرر يكون يعني عم نحكي الأكترية عم نحكي عن الأعمار صغيرة طبيعي الحال عم نحكي نشوف الصور صحيح هون عم نشوف باسكال إذا بديك الانهيلرز ميم ما بيعرف منها البخخات هيني برونكو دايلاترز يعني الهايبر رسبونسف ايروي يلي عم تعمل إذا بديك انسيدات أوكي برونكو كونسيكشن أنت بتعطي برونكو دايلاتر العكس أي عم بتتوسع مجال الهو بتنترجم كالكما عم نقولها بالإنجليز دكار دونك هيدا بخخات هون ما رح نفوت بأنواع البخخات منتركها بحسب ربو إذا كان مال بسيط مودريت أقوى شوي انترميتنت أو يعني بيجي أوقات أو لا برمننت يعني بيضلوا أكتر مساء من ثلاث أربع مرات بالجمعة اللي بتجي الأتاب هيدا التاست نعم نعرف كدنا تاست تاست هون بيكون عنهم مشكلة بال فورست إكسپيراتري فوليوم يعني بينفخه بيكون أوطة رواية تطل بانكا بس يكون أوسع أي يعني هو بيكون رواية عنده أوسع بس مش إنو شي بيكون منيح بينفخ بي سپيروميتر سپيروميتر هون فيه مكنة وعلى أساسها كمان منعطي أوقات دوا مشوف إذا الرواية من بعد النفخة تحسنوا 12 مميون فوق هيدا مهمة من التكلقى لإختصار السريئة يعملها أكيد مش عطول نطلبها حسب السيفيريتات أبع الربو تعني أعرفوا ممكن وين نحن القلب في ناس بيخطوا دول القلب بالباسكا للبتابلوكورز طيب وطو ضغطون ما ننتبه بالحرارة السيفير عند الربو هيدا الإدوية ممكن تعمل مثل الأسبيرين يكون الربو بحالة أسوأ بحالة أسوأ بس أكيد حكيم القلب بقوات بيشوف إنو منيح طبعه أكتر من السائق وبيعطي طبيعة الحال بنا نطمين أوكي هيدا الصورة منه هي الرابو ما ننتبه كمان على الإدوية منيخدها على الأكل ومش بس على الأشياء اللي متنا تنشأها وهي الحرارة اتساترا أو التعصيب بالمغم شوي إذا بدنا نشوف لبعدها بحبت ذكرت من شوي أنو أنكزايتي كمان بتزيد بالربو شو بتشوف يا أوقات باسكال ما بدنا نوصل لديس بني ما بدنا نشوف عم بيستعمل عم بيستعمل عضلات غير الصدر وعم بيطعبوا عضلات بطن أكسيسيري أكسيجين بينزل وريسبيلاتري ريات أي بتنفس بديئة أكتر يعني بتشوف عم بتنفس بشكل أسرع ننتبه ما يتعب ويصير بالإخير بتنفس بشكل بطيء نفكر نحن كل شيء تمام بس ويكون تعب لأنو استعمل العضلات طبع بطنه أو الرأبة وكل أكسيسيري مثل مساعدة فننتبه كتير نحن عم نفحص بالربو لأنو كتير مهم نحن أو يتمامنا الفحصات أو قد بس ناخد سيرة الطبية المفصلة وما في زمن عم صورة صدر إلا إذا عنده حرارة أو نمونية ولكن كافيين أو يتمام فحص الصدر بيرفيوم ذكرنا من شوية بداية كل شيء بوليوشن ولكن ما ننسى البرفام في ناس بيرشو بيرفام معين بيعملوا على حساسية قربوا أو ردة فعل قربوا دكار وما ننتبه من باللال كمان لما تزيد الإنفلاماتري كسكادي يعني باللال في قوات مرد ربو بيشكوا عن سعال أكتر باللال كمان هادي الشغلية ولكن المدخنين اللي ننتبهوا السبار في ناس بيعمل عزمة تجهل ربو من ورا السبار هون ايه عم نعطي بخاخات بونكو دائلاتيز ما قبل الرياضة يعني قبل ما يفوت بلو نستعمل بخاختك مهم كتير نعلموا بالعادة كيف يستعمل هالبخاخة لأنه صراحة شفت واحد من أس ثلاثة عم بيستعملوها غلط ما بيعرفوا يحبسوها ما بيعرفوا ينفخوه ما بيعرفوا منهم في منهم بالمخور منهم بالتم كتير عم بيكون في ننتبه لأنه ما بيستفيدوا أبدا بس ناخد أي كيف نحبسهم نعلموا كيف يحبسوها من التم كلمتها تاخد مفعولة فريما وكي هننتبه بقى كتير ع طريقة الاستعمال بقى هيده قصة الإكزرسايز كمان دكتور في كتير بخلينا نكافي نعم لأكل لكي هون حتيت صورة ألرجينز في مكونو أنواع أكل مش بس ورود دكتور شفت فيه البيناتس دكتور دونك كمان ننتبه هون أنا كتير بحب ننتبه على جلد في شعر جلد إذا فيه دام على الرقبة وخنق طريقة التنفس الأروي تكون نظيفة ومنحة دكتور في أنواع سمك كمان هيده اللي بينتبهولها من عمر صغير بتبلش تبين معهم أكيد يعني هنا لأننا تلتة ربعهم تبلش من عمر ما دون خمس سنين ما يكون متياقزين هلأ مع الوقت في بعض الناس بتخف عندهم الربو وفي بعض الناس لا حسب كيف عم بيتحكموا حسب سنين هذا اللي بدأ أسألك يعني في كتير أولاد بيكون عندهم ربو بيوصلوا لعمر معين خلاص بروح كليا لكن ما بتجعب تتكرر يعني ما في كور ما ننسأل ربو ما عنده إلاش عنده الحالة وننتبه شو بيعمل ديكلانشمان شو بيعمل الأتاك أنا شفت حالية ربو ولا مرعمل ربو إجعل خمس سنين فإجعل أتاك ربو يعني فيها تشحيح لعمر بس أكيد نفتحيونا من العمار الصغيرة ومع الوقت كرسو موضو بتخف الأكترية في عوامل وراثية الواحد يبقى ينتبه له أكيد في عوامل وراثية أوكي وعوامل بيئية طبيعة الحال وننتبه كمان على بيكلو بيضة مش بس البيناتز كمان في الأجز كمان هي يعني الحساسية أوكي والويت يعني إشياء موجود بالخبز هلأ ضغط في أوقات مريض الربو بس يخذ نفس بيوت ضغطه عشر نقاط هيده بسيك لنقوله كمان نحن نترك عيونه على الضغط وبالتالي أنا قوي بيأخذ الضغط لمرضاية طبيعة الحال طيب دكتور هون إذا بدنا نحكي بشكل عام عن فكرة العلاج يلي هو الانهيلر يلي شفناه هون هل هون كمان في كذا فئة في كذا ديجري بتزيد مثلا بفترة معينة فترة الربيع الانتيكولينيرجيك أو انتيميسكولينيك هدولي بيكونوا برونكوديلاتر مثل أتروفان وهيك في الفنتولين بتفوت معها بتصير هود ما بنا نفوت بالأسامة هم نتروع على الطبيب وبالتوارئ بس أكيد عنديك كذا عيلي مثل قصة عندك لانك أكتنج بتا أجونيس بسامون للمدى الطويل وعندك شورت أكتنج يلي هني التوسيع الشورت واللانج وعندك سيفير أزمة بتاخد حب يليك العلاجات كيف تختلف بكار بس أهم شي ننتبه من التريجر نعرف حالنا شو اللي بيعملنا هربو ونترك معنا البخاخة ونعرف نستعمله بلوقت المناسب وكل شي بيعملنا هربو نتحشي أكيد في تاست صغير التاست يلي هلأ نحنا شفناه التشخيص كيف بيصير كمانا هل ممكن يكون في تشخيص سريري تصير الطبية وفي فحص الإجزامان ممكن يطلب ينفخ أكيد بالسبيلوميتر إذا عتزنا إذا عملت فحص الجي بالدم إجأ إذا عملت فحص كين كونتاكتر إذا بتسجي معهم ممكن يكونوا كلهم متربطين بس إنه واحد صغير كمانا مش بيجن عندي تعمله خمسين فحص خلص فيك شخص رابو من دون فحصات مش هدول فحص الدم كان في خوف كتير كبير لمرضة الربو من أنه يلقطوا الكورونا لأنه كمانا يمكن ممكن تضرب الروية وعندون هن أصلا صعوبة بالتنفس هل بعضه بيأذيهم بطريقة عالية ولا حسب كمانا أي نوع من الكوفر حيالا فيروس كورونا أو إنفلونزا أو رينوفايروس أو حيالا فيروس حيالا فيروس بدايئون أكتر ما لا نحسب له حسب كورونا بشكل خاص لأنه هي الغطة على الكل أكيد في بعض المرضى الشرك يوم من عوارض أقسى من سعال وديئة نفس من المرضى التي لا يوجدون هذا الربو طبيعة الحال لما كمورتاليتي حسب السيفيرتي إذا لديك واحد سيفير ان كونترولد آزمة وكبير بالعمر أكيد ممكن الكورونا هون تاخد أدفانتج أنه تعمل مورتاليتي أكتر أو انتوباسيون نحو الانتوباسيون بنسب أعلى سكر الدكتور أنه ممكن بعض الرياضات تتوصل لأنه الواحد يكون في عنده آزمة العكس لما الواحد يكون عنده ربو هل فيه يعمل حيال لنوع من الرياضات ولا لازم يكون ملتزم برياضات ما تكون كتير سيفير تابعه ما فيه جبال يريح هلأ هو عم بيان رياضة في حمي أنا بعلمه حمي ويمشي شوي شوي بتفرق إذا عم بيكون بين التلج عم بيكون بمحل روم تامتش تونتيفور بتفرق بتفرق إذا عم بيكون بالحقلة عم بيتعرض لكتير اللرجان بولنز تريجرز يلي بيتنشأون وبيصغل سنيزينج مع الكف يعني سعال مع بعطس ف كنا احنا من جالب نعمله تمام مثل قصية اللي بيعمله دست ميت يعني أو قيت على خروج بعض الحيوانات الصغيرة الكرياء أو غيره كنا عبين نام حتى على الفرشة تابعه بيعمل حسسية وبيعمل أتاك منعلمه كيف يغسلون وحتى عندك اللي عنده كتير أنيملز بالبيت بيتس على شعر بيعمل على غبار الشعر أو على الشعر حتى زيته بيعملو قدي دقيق التست يلي بي العمل على الألرجيز حتى الواحد يكون واضحة بالنسبة لقلو وين بيزيد معه الآزم وين بيخف وين فحص الألرجيز دقيق لأنه عندي كي أول شي الفحص صراحة غالي ما نرخيص تين عندي كي سبيسيك لما يلقى عشي أنه عنده ألرجي خلص نحط نحط نحن 1 2 3 4 5 نحط عليمي على خمسة لما تجي أنت تقول 4 على خمسة أو 5 على خمسة وعلى ورقة مكتوبة بلس بلس يعني فإذا هو دقيق جدا أنك تعرف عشو عنده حساسية أكيد ذكرت الأكل هلأ كمان دكتور هين يعرف مريض الآزم أنه عهيد الشغلة بتزيد لا مش هين للأسف لأنه في أوقات بيكلها وبتصير معه الأطاق ومنعطيه كورتزون وأنتيستامين وقوات نعطيه إبينفرين وقوات في حالات بيجي على الطوارق بيكون شوكين بيختنئ يعني بدون نعجل بالأكسجين وبهالأمور والمصر لأوقات لا بتكون حالة خطيرة خطرة على الحياة ففي بعض الحالات شوية شوية بيعون الألرجي ومنلقط وفي بعض الحالات لا للأسف بيجوكي فجأة بحالة أكيوت فجأة وسيفير خطرة ونحن بنتحرك ونفتح حيونا من وقتها ونبلش الساعدة ونحاكمه أكيد هوني ذكرت أنه ممكن الواحد ينصاب على عمر كبير بيكون هوني كمان متل ما بتبين متل ما بترجع بتغتفي ولا خلص إذا نصاب عمر الخمسين بتضلكون ضمن نفس العلاج مثل كأنه لا نحن كمان نقول حسب حسب عشو عمل هالربو حسب الفحص لما ينفق بالولوان نشوف الرواية لأنه أنا أصب شوية مال يعني بسيطة مودريت يعني أقوى ونترميت يعني كم مرة بالجمعة يعني هو عم تصير معه بالجمعة مرة مرتين أو فوق الأربع مرات عم تصير معه وقت اختناء بالليل دون كمان بتاخد السير طبيعي لأنا قلت كمان الربو يعني الريفسبنس طبعه على إشيء أقوى من غيره انفلمسيون فيه التهاب عم تورم يعني المجاري الهوائية وعم تعمل انسيدادات في عندي كوبستركشن إذا هؤل ثلاثة مش موجودين ما عوردون ما فينا نحكي حقيقة عن الربو بسهولة بحاجة لأكسجين هؤلاء بعض الحالات أكيد بتشوف من بعد ما تعمل كل شيء الزبطة هلأ مرح تحطي الأكسجين إذا ورم ينزلعيم وما عم يفوت الهواء قبل ما تخفف الورم يعني تحت إدوية أوكي بس قود بيجوا مع بعض كلهم تفوت على الطورق أكسجين مصل والإدوية دهري كيف المتابعة بتكون لماريت الربو هل هون الانهيلرز كيف بتختلف هل في أقوى في أخاف ولا حسب الكيس في حالات بيخطوا إنهل السير قوية حسب كمرة بدي يجيني أكيوت أتاك هن بدوا يدل تكون معهم وينما بيروحوا بعض الأمور الخطيرة يكون معهم إبريت إبنفرين يعملها لحاله بس نحكي الأمور الأليلة بس الربو علاجه بالإنهيلرز مصطلي والمتابعة الدقيقة والإدوكيشن نحن نعلمه ونعلم عائلته على أن نتبه شو اللي بيخلي يزيد لهذا الربو صح؟ وما ننسى كمان الربو مع سي أو بي دي مرض إزدادرة والمزمن تفرو وصل لشي بيأدي لأمراض أخرى ممكن يدايق بإشياء تانية ممكن إذا صار مزمن كتير مع العمر يدايق أكتر ولا بديك تنتبهي ما بي على اللافل طبعه هلأ أنه واحد عنده ربو لقت فيروس يدايق أكتر أنه واحد عنده ربو تعرض لدخان يدايق أنه راح محل في دخان يدايق أكتر هو بنهاية بيبقى ياخد حذره أكتر من الفيروسات إنما لحقه لقت فيروس إذا أجل لك مريض ربو إذا كان under control حيكون يلقى أكتر كنسر أو كذا حسب هو شو عبيعون بدخين مش عبيدخين عبيعون رياضة مش عبيعون رياضة حسب سير الطبيعة طبعه المفصلة أنا عارف إنما بالمبدأ هي كان control وإيش حياة طبيعية من دون خطر الموت الكمبيكاسيون طبعه أكيد فيها تكون عريقه إذا كتير سعال بقوة ما يعمل شي بالريقة ضرر أو نوموتوراكس أو إتسترا يعني أكيد دكتور رح نشوف الكنتاكت يلي أكيد كل الأشخاص يلي حابين يتواصلوا معك فيه نشوفوا هلأ مباشرة كل الأرقام وكمان إذا حابين يتواصلوا معك عبر الفيسكوب نحنا جنين نساعد باسكال بأي وقت ربو مش مسحة نحنا جنبنا مبسيطة كميل بس لتعملوا control بالعيادة في كتير بقطت أنا على الإدوكيشن طوعي وهنا بيعرف مرض الرابو قدام نسعنون أنسلة يعني أنا بحب هاد الفريكنسي انتنسي تي دوريشن كم مرة عم بتصير معك أدي عم بتضل الوقت وأدي غراف سورديس أدي الساعة اللي خبرنا وشو عم بتحس أنت بالضبط سنوك هو ثلاث أسل كتير مهمين عندي وبتالي مريض الرابو الهيسة الكتير مهمة يعني سيرة الطبية المفصلة طبع المريض بعدين نفحص الصدر مرسي دكتور منشوف قصد وعجي وموضوع جديد مشاهدينا بريك صغير من نجاح من تابع مع ماي خليكم معنا اشتركوا في القناة